اشتركوا في القناة ووزير الخارجية مشهدة بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وما تشهده من تطور ونماء على أعلى المستويات وكلفت فخامتها سعادة وزير الخارجية بنقل تحياتها وتقديرها إلى حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم وتمنياتها لجلالتي بدوام صحة وسعى دول مملكة البحرين بالمزيد من التطور والنماء وأكدت فخامة الرئيسة كاتلين نوفاك حرص بلادها ورغبتها في تنمية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية معربة عن تقديرها لتنامي علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والتواصل المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين لما من شأنه زيادة التعاون المشترك وخدمة المصالح المتبادلة من جانبه نقل سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني تحيات صاحب الجلالة الملك المعظم لفخامة رئيسة المجر وتمنيات جلالته لفخامتها بصحة والعافية والسعادة ولبلدها الصديق بالمزيد من التطور والرقي والازدهار وأعرب وزير الخارجية عن سعادته البالغة بزيارة المجر لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مشيدا بالمستوى الرفيع لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات منوها باهتمام البلدين الصديقين بتوسيع التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر